لا تزال حديقة وادمهية والتي تبعد عن مركز الولاية بعشرين كيلو متر عن تندوف تصد أبوابها في وجه زائرها بشكل عادي لأزياد من سنتين بالرغم من العدام أماكن الترفيه بالولاية جهنا الوادمهية كان هنا جاردان بيبليك كل شي محمية كل شي مكاملة كل شي بصح لنقول البيبان تحم مغلوقة انعدام الحراسة ودخول العائلات من أسفل السياج المحاطبها وتدهور الملاحق المتواجدة به كلها أمور أثارت السياء لمواطنين سعدي قرادة أكثر ما لازم وزايد مبلعينها علاهم بلعينها هنالا كيس يوين سيلابا مكان حتى شي قاع يدخلوا من تحت شبك مكانش العسة مكانش فيها كما نقول يدروا فيها سجرة يدروا فيها ورد يدروا فيها أي حاجة ما كايناش ما عندما الوكاد المزازم ساكنتين دوفنا وين يروحوا؟ في الدار برك ما عندو شوين يروحوا؟ سجمونا الشبك باش ما نعودوش ندخلو منو كاين بزاف عائلات بزاف كايلي ما تبغيش تدخل من تحت الشبايك تقعد برا يدخلها ويقعد قدامها لهم محرومين إن عدم كما نقول لنا قايمين بها ما كانش واحد قايم بها اللي هنا راهي سايبة الناس راهي تدخل على الشبك والناس راهي كما نقول لنا كتشوف كما نقول لنا هذا المرافق اللي راهي اللي هنا قاع راهي مكسرا ما كانش حاجة راهي تصلح ما كانش كما نقول لنا العساس ولا ما كانش لي قايم بها خلوها هاملة اللي تسرق تسرق اللي تكسر تكسر بالرغم من الجهود اللي تحاول من خلالها السلطات الولائية لعادة استثمار هذا المرفق بمقترح منحي للجمعيات الفاعلة لأجل بعث النشاط به تبقى حديقة وادي مهية متنفسا للعائلات بالرغم من حالته الكارثية